اهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج جنايات كثيرا ما يشتكي المواطنون انقطاع الكهرباء المفاجئ ليلا دون سبب أو سابق اندار ليكتشفوا نهارا أن كوابل الكهرباء قد قطعت قضية اليوم تتمحور حول سرقة موصوفة أبطالها مافيا النحاس شكل شركة وهمية تعمل بكل احترافية تحريات مكثفة وتحقيقات معنقة لأفراد الدرك الوطني لولاية الشلف بدأت ببلاغ وانتهت بوضع حد لعصابة تحترف سرقة تخزين وتهريب الكوابل الكهربائية فلنتابع خسائر فادحة سجلت نتيجة استهداف عصابات سرقة نحاس من الكوابل الهاتفية عبر مختلف مناطق ولاية الجزائر حيث تشهد عملية سرقة الكوابل الكهربائية رواجا كبيرا من قبل البطالين الذين يستفيدون من ثمن بيع هذه الكوابل على مدار السنة ولاية الشلف من بين الولايات التي استفحلت في هذه الظاهرة بشكل مذهل وملفت خاصة بالمناطق الريفية والنائية حيث تعرف الولاية بطابعها الزراعي والصناعي أمر جعل من عصابات سرقة الكوابل النحاسية ينشطون بشكل كبير بمنطقة ودفضة تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية مواطن للتبليغ عن قضية متعلقة بالكوابل الكهربائية النحاسية السلام عليكم جيتم بلغ مرحبا بيك طيني بيطاق تحريفتي عاك وش عندك واحد الجماعة بي مبلغ حالي لي حدقي قاضي وبنحيط لك سعر احتراماتي المزاعد اتقدم لي مواطن مسمى محمد شرفاء عنده معلومات حبيب الله خالق شخصيا خالد فضل المكتب داك بعد اقتياد المبلغ إلى قائد الفرقة صرح بمعلومات تفيد أنه أثناء تواجده في صباح نفس اليوم على مستوى أحد مقاهي المنطقة سمع الشخصين يتحدثان عن التحضير لعملية سرقة كوابل كهربائية وتخزينها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم محمد هكذا مرحبا بيك السلام عليكم السلام عليكم وش جيت بالله حضارة الشتقة ودعا معمر رفوق تبين من خلال تصريحات المبلغ أن سكان الحي يعانون من انقطاع مستمر في الكهرباء جراء قطع الكوابل ناهيك عن الشكاوى المتكررة التي تلقتها مختلف الفرق الإقليمية للدرك الوطني التابعة لكتيبة وادي فضة قام المبلغ بمنح قائد الفرقة وأوصاف المعنيين التي قد توصلهم إلى التعرف على أحدهم وش حكا وبالضبط سمحتم يا هذو البرك اللي في الدخل هاي البرك اي نظن لهم يخزنهم فيما بس كين واحد صاحبهم خدام فيما الاخر هاي داكور كيف حبيبي عجباتك لافر تالخطرة لي فاتح؟ دي لافر هاي لقع سحقول لي هذك أمي عمر كونفينس شوية؟ هوا أمي عمر ما تخافش عليها بحط عنده السلع أخويا وروحهم هني اني عارف شانا يقول لها بصحبيناتنا هاي زلت هاي يانا عمار زلت خسني أفر خشينا أنا عيطول علاجة الأفر مي مازال ما كونفرمه وليش يكونفرموا لي منا راني نعيط الحبيبي هاي شوف كيف هاي أنا حبست الله غالب بقى سهل 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 مريكلا ها بدي شي عيط هاي هالو حبيبي أخويا من لي درت لافرم أبنش كيف ها؟ كينا أفر وين؟ بريحيين حاجة شبه شافيها؟ بوطوات بزف؟ مليحة صافي بليزير وحساب الهضرات تحمل كانوا يقولوا واقير اسمان الجاية اسمان الجاية؟ اسمان الجاية؟ هاي ندولوا ليكاب الآن ليكاب؟ صال ليكاب تواعش ليكاب تنحس ليكاب تنحس تنحس مليحة أخويا مليحة حاجة شبه هذي اهه؟ مكاش مشكلة خلاص خلاص مكاش مشكلة قاعدة سيب بوطوكنا نشوف كيفها صاح صاح أخويا صاحا صاحا كاينة آفر وآفر شبه بزاف قاعدة مليحة هذي اللي نحوس عليها تحيان نحس هيلة تحيان نحس نحس ويال نحس نجيب لك غالي صافة رانا مليحة سهل مريكة مليحة مليحة نخدموا في ذولية إن شاء الله كاش كيفها قاعد طول بيع بإذن الله نحبس ديراكت بدوها ويمنعش ديراكت جاء فيه كيتخدمت القاعدة كنا في سيارة بقنا بلا سيارة وش والله أنا كنت في القاعدة حضرت مش عارف لعطة موبيل ولا ما عندهم كي خاشت من القاعدة خليتهم بعدك خليتهم مورع نتاكور بارك الله فيك عاي بارك لاتك الصح ما خذرنا نروح كاش ما يحتاجت له مرحبا بيك الله يسلم كاش ما جديد في القاضية مرحبا بيك الله يحفظك مرحبا بيك ديكار نصينا صدر صحيح نعم شف المواطن هذك اللي يجايد بالله خليه يغاضر لوحده خلاص خلاص خليه يمشي صح كاهت موطب مذيات كي قيش يا احترام تفضل المسائط الجنة Betty المواطنة كان هناك في حج شقة كي كان هناك في القاعة والليوم الصباح كان هناك في مصطح سماع زوج من الناس يحكي بثمام ما هوي؟ الأساس باللي كانوا يحضروا باشي يسرقوا نحاس ويضروا بفارك تعمية أو ما ما يعرفهم شاذو؟ خير معروفين؟ ما عرفش أساميهم شوى شايفهم أقدر قضية هالي تحرر فيها مليح المساعد وبلغني بجديد في الوقت مفهم مفهم معلومات واردة إلى قائل فرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضاء مفادها وجود مجموعة إجرامية مجهولة العدد والعداء تقوم بسرقة الكواب النحاسية على مستوى إقليم ولا يتشلف شاف عن مواصفة لطاهم من الشيئات ممكن تخرجوا لسيجي داكور من أجدو نسأكدوا من مواصفات مع المواطن شوف من فضلك نتأكدوا مع المواصفات أعطينا المواصفات البنية على الشخص قوي ولا عادية ولا رقيق طويل لا قصير ماهوش طوي طوي قصير شوية مباشرة بعدها تم عرض المبلغ على خلية التصوير الفوتوغرافي لتأكيد أوصاف المشتبه فيهم وباستعمال تقنية التصوير الفوتوغرافي تم التوصل إلى أحدهم واستخراج صورة له بعد عرض الشخص المبلغ على منظومة الصور الفوتوغرافية ماكشوت تمكن من التعرف على فرد من أفراد المجموعة تعرف المبلغ على صورة الشاب التي توصل إليها الضركيون وأكد أنه من اتفق على سرقة الكوابل الكهربائية بالشراكة مع أحد رفاقه سأخبر لك الفوتوغرافي إذا تعرفت على هذا الشخص قال له هذا هو الشخص هذا؟ هذا هو حضارت نتأكد هذا هو في غردك وتأكد هذا هو حضارت هذا هو هذا هو لكن نتأكد هيا الشيخ خرجنا لفوتوغرافي المعلومات تعالجت ذكر المساعد سأخبرك المعلومات الهوية الكاملة على هذا الشخص كيف سأخبرك؟ كيف سأخبرك؟ كيف سأخبرك؟ نعم نعم تم عقد اجتماع عامل مع قادة الفرق وعرض الصورة المتوصل إليها عبر التطبيقية ليتبين أن الشخص محل الصورة يقتن في إقليم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في حرشون وهو مسبوق قضائي في جرائم السرقة موضوع الاجتماع الثاني اليوم تعلق بكين شخص جبر لقائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضاء معلومات قد تحصل عليها كي كان في المقهى كان مواطنين اثنين بالقرب من هنا يحكوا على موضوع الكواب النحاسية السرقة تاعها والبيعن تاعها المكان الذي تبع فيه حسب المعلومات التي أدل بها المواطن هذا المكان الذي تبع فيه هذه المسروقات هو البارك الموجود في الإقليم سيرتا عمار في حي الشقة قائد الفرقة يستغل الشخص المبلغ ويعرض على منظومة الصور الفوتوغرافية العرض نتاعه وصلنا للصورة هذه على إثر عقد اجتماع عمل مع قادة الفرقة التابعة للكتيبة حيث تم عرض الصورة عليهم أسكو الشخص هذا يقيم في الإقليم تعرف أحد المحققين على صورة الشاب وأكد تواجده على مستوى بلدية حرشون التابعة لاختصاص الكتيبة كما أكد عن نشاط المعني في قضايا مماثلة حضرت الشخص هذا معروف يقتل عندي في الإقليم وهو مسبوك قضائي انفجارين السرقة مساعد الأول الشخص هذا حطه تحت المراقبة وراقبنا جميع التحركات وخبرنا عليها في الحين حينها قام قائد الكتيبة بتعيين فوج لمراقبة المشتبه فيه وجمع كامل المعلومات المتعلقة به قائد الفرقة المطلوب منكم التنسيق مع قائد الفرقة الإقليمية البدرك الوطني بحرشون فيما يخص مراقبة التحركات هذا الشخص والتنسيق والبقاء على الاتصال الدائم فيما بينكم مفهوم؟ مفهوم أثناء المراقبة المستمرة لهذا الشخص تبين أنه يقوم بكيراء السيارات السياحية كما تبين أنه كثير تردد على حضرة أحد الخواص بعد متابعة تحركات المشتبه فيه من قبل محققية الفرقة تبين بأنه ينتقل على متن سيارة من نوع داسيا لوغان رمادية اللون ملك لمؤسسة كراء السيارات بالشلف كما تم التوصل إلى معلومات مفادها أن هذه المجموعة بغرض تحذير لعملية سارقة بأحد ولايات الغرب الجزائري من خلال تتبع السيارة بشكل مستمر واحترافي تبين بأن سائقه ومرافقه في غالب الأحيان يلتقيان بشخصين آخرين على متن سيارة من نوع ليتبين أن القضية متعلقة بسرقة موصوفة تقودها عصابة محترفة أمر زاد من إصرار المحققين للتوصل إلى بقية أفرادها وفك خيوطها بشكل محترف وفي حالة تلبس فتم التنسيق مع عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أين تم تعيين فوجين مموهين لمتابعة التحركات السيارتين المشبوهتين بعد خمسة عشر يوما من التتبع شهدت المركبتين تغادران ولاية الشلف حيث تم نشر عناصر لأمن الضرك الوطني لمراقبة مداخل الولاية بتاريخ الخامس عشر أوت ألفين وأربعة عشر وفي حدود الساعة العشرة صباحاً شهدت السيارة نوع داسيا لوغان تدخل إلى ولاية الشلف فتم الإبلاغ عنها مع تتبعها عن بعد توقف السيارة نوع رونو لوغان رمادية لو على إث ذلك وضع تشكيل أمني ونصب سد لاعتراض السيارة نوع داسيا لوغان دقائق بعدها لاحظت دركيون اقتراب السيارة المبحوث عنها إلى نقطة المراقبة فور توقيفها طلب الدركي من السائق منحه وثائق السيارة أين تقدم أفراد من فرقة التدخل من الخلف ليتم التوقيف المشتبهان بكل سرعة واحترافية موسيقى 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 في الليل وين كنت؟ كنت في الكارتة وين نسكن وش من الساعة تخلت للدار في الليل؟ تخلت بكري نورمال على العشرة داي كنت في الدار صاحا شو ما اتصر بيك هل فانت في الهن ستاعك؟ لا لا ملتقيت حتى الاتصال؟ صاحا بغين سقسيك السيارة كيفتش نها؟ عثرنا على سيزاي اللي قطعوا بي الحديث وش كان يدي رختمه من هاي؟ كانت على الوكاسيو ما قيلة ما مشي تانو كانت على الوكاسيو ما بيكي كيتوها وشتوها فتشتوها فتحتو المانا وفتحتوها شو؟ لا 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 ما فتشناها ما ولو احنا كي معطاها هنو كي معصبنا بيها شو فرعنا الديلة ضدك تثبت باللي راك من تمرط في جريمة متاع بصريقة انت اللي قبتها هاي ستاع تري سيتي وعنا الديلة علمية ضدك ماذا بيك تعترف وتعاوننا ونعاونوك ماذا بيك تعترف وتعاوننا ونعاونوك؟ ماذا فانو خطيني؟ اني ناظر معك قلت لك عن ادلة ضدك خلال التحقيق معهما انكروا في بادي الامر كل التهم الموجهة اليهما وبعد مواجهة احدهم بالادلة المتماسكة التي تدينهم وبجرد المكالمات الخاصة بارقامهم الهاتفية التي تبين مختلف مناطق تنقلاتهم عبر ولايات الغرب الجزائري واتصالاتهم في اوقات مختلفة في الليل والنهار ونتائج تتبعهم خلال خمسة عشر يوما غيروا من تصريحاتهم واعترفوا للمحقق بالعلاقة المباشرة التي تربطهم بسرقة الكوابل الكهربائي النحاسية وانتمائهم لعصابة مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية وبايع نحاسها حيث كانت مهمتهم الترصد والاستطلاع على الاماكن المعزولة قليلة الحركة التي تتواجد بها الكوابل النحاسية الكهربائية بشكل كبير نحن في الحقيقة مجموعة انا ماذا؟ بصح كل زوج يخدمون أحدا نعم كمل أنا وعزيز نشوفوا البلايس الشابين اللي بحال ما فيهم شلقاشي وفيهم بوطوات ما انا ماذا؟ وكين زوج يقطعوا لي كابل وكين زوجوا أحد أخرين يبيعوا هدية الفراشخ قطة ميزة شو بوطوات قوي يلا فارس هي حمالك شو شو اللي يقابل شو اللي يقابل شو اللي يقابل ايه انا نعيط الجامع ايه عيط شركة نعيط بعد عملية الاستطلاع يقوماني بالاتصال بشركائهم لإعطائهم المكان والزمان الذي يقومون خلاله بالعملية ايه جمال ما تسقسيني والو اسمعي ايكينا لا فهم قراني في وقت البلاصة يسموها البريحية يعني نوع عزيز شوف قط ما يسعش بوطوة على ريصان هم متأمنش الخميس مور المغرب نبدأ صحي؟ بريقلا؟ اسمع ما تحلف بريقل صحا أخيي صح صح بريقلا؟ بريقلا؟ بريقلا بريقلا صح بريقلا بريقلا كيف تقطعون لي كابل؟ بعد وين تدوم؟ الدوم روح للبارك جايك شب وش كنتوا استعملون السيارات كنتوا استعملون بسا تنقلوا بهم تنقلوا بهم ثم المكان لي كنتوا تقطعوا في الأسلاك للبارك كان زوج سيارات كان السيمبول لي كرينا أو كان وحتل هيليكس هيليكس أفاد المشتبه فيه المحققين بأدنهما كانا بصدد التحضير لعملية سرقة جديدة أين يتم نقل النحاس المسروق إلى حضيرة تكديس النفايات؟ اعترف الموقوفان أنهما ينتميان لعصابة تحترف سرقة الكوابل النحاسية وصراحة أن وظيفتهم تقتصر على عملية الاستطلاع فحسب فهل تمكن أفراد دارك الوطن من توقيف بقية أفراد العصابة؟ موسيقى عنا إذن بالتفتيش صادر عن سيد وكيل جمهورية بأنفتشوا حضيرتها المسمى عمار ما يخفلكم مش باللي حضيرها هادي راي فيها الشبكة بتاع سرقة الكوابل النحاسية العدد انتاعها مازال مجهول ما نعرفوش حال العدد لذا ندلوا البوصيب التاعنا بأن نوقفوا الأفراد هادو وما يهرب لنا حتى فرد مفهوم؟ موسيقى لا يا ربات أسعد صرق ان مو حل حل اشتركوا في القناة بداخل الحضيرة اين يتم تكديس النحاس المسروق اتفق افراد العصابة على سعر بيع النحاس وتهريبه الى ولايات اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتفتيش من السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا في تلك اللحظة اتجه صاحب الحضيرة صوب الباب بغية فتحها ليتفاجأ بتواجد عناصر الدرك الوطني فورها تم القبض عليه متل دولو متل دولو مانشان, بنتل دولو مانشان مانشان انا خذلي ماريت الوالو مانشان مانشان أما بقية أفراد العصابة حاولوا الإفلات من قبضة الدرك لكن سلعان ما تم القبض عليهم واحداً تلو الأخر بكل احترافية وهم في حالة تلبس بعد عمليات التوقيف تم تفتيش الحظيرة والمركبة حيث نجح هؤلاء في حجز كميات كبيرة من النحاس المسروق الموجه للتهريب الشاب اللي جبتوني هنا جمال نعم انت نهضة خميس وين كنت؟ كنت فضاء الشاب بعد المغرب كنت فضاء بسعرنا دلائل كثبت باللي انت مكوش متواجد على مستوى المنزل يرقاتن به لا كنت فضاء الشاب كادر تعرفوا؟ مش كون كادر؟ اللي عنده سيارة النوع سيمبول ها كادر يكري يكري هذك يكري سيمبول انت السيارة اللي عندك وش من النواة؟ أنا طيوتا هيليكس وش تفسير تيئك؟ كيقين حنا سيارة تيئك نوع طيوتا هيليكس متواجدة بالبارك عند حمو؟ أنا ما فهمت وروا الشاب أنا دخلت بغيت نشوف الماتريال تاعت الفلاحة ثم حاطة وثم في البرك كادر أكد طاورتك في قضية سرقة الأسلاك الكاربائية النحاسية أنا شيف نعم وعنا دادا المادية تثبت طاورتك في السرقة صح مدرت وروا شيف أنا؟ أنا والله مدرت حاجة شيف أنا قاع خاطيني أنا أنا كنت مريح نهارة الثنين في القهوة عايتليك خدير صاحبي عايتليك في تليفون هالو حبيبي كينا قفر شيفيها؟ فوطوات بزف؟ مليحة صافي بليزير قل لي كينا بلاسة شابة فيها خيطان تاتريسينتي وفوطوات وكينا خيطان بزف؟ قل لي لجين قلعوه ذوك أنا ما نكذبش هذيك احنا تفاهمنا على نهار الخميس تفاهمنا على نهار الخميس مور المغرب روحوا لبلاسة هذيك هو راح در عمليات استطلاع راح شاف لبلاسة عمليح هذي يالا فراشخ قطة ميساج وفوطوات قوي يالا فارس هي حاملك شوف شو اللي قابل شو اللي قابل شو اللي قابل لكينا ايه انا نعيط الجامعة ايه عيط شركت السن نعيط الخميس بإذن الله نبدو فيها صرح الموقوف انه كان يتنقل الى الاماكن المعزولة رفقة شريكه بعد الاستطلاع عليها وفتح الطريق لهما من قبل الموقوفان السابقان حيث يتشاركون في عمليات نهبي والسرقة من الاعمدة الكهربائية تلاقينا كامل ثم طلعت انو عبدالقادر الصاحبي طلعنا في البوتو قلنا الخيطان بدرناهم في الطيوتا ودينهم عند عمي عمار خزناه في البرك هذا البرك واحد اخر عمي عمار هيا بطاقي الجمل اكتيفه هذه بها فكرة هيا جمع هيا هيا أمار التفارئ yo اذهس blue عزيز شوف منك جهة الثاني شوف نعم يا أكتيبي تعزوجي تزيد، ساوجة ما تقلقش عايزيزي بعد تحت في اليامة،، وقت تروه جورو النام روحنا، دينا الخيطان هذو من عند عمي عمار واديناها عن عند حمد وقالنا نشره هون عليكم عاولي عاولي نجمت، 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 نجمت بدينا صح، نجرحن الكاف مجرح لا يسمع جمال في تيفي جمال ياه اي 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 حسن فهمنا لسوما شبا و وقلنا بحال زمن بي عمل وخلينا عمل وثم حكمونا عن دعم يا موار اه عن دعم يا حمو حكمونا حمو اضاف موقوف اخر انه كان يخزن الكوابل النحاسية داخل الحضيرة الخاصة به رفقة شريكه اين كان يشتريان النحاس بهدف تهريبه واعادة بيعه وش قصت لنا طيوطة الهيليكسي سوبنا هام عمران نحاس الباركتاك؟ هذه طلقة الديساق اللي احجيبه لك الخضراء وانا كي دخلوا لها عندي لها البرك اتفاجأتها ستفعل من حاس وانتا متفرقش بين الخضراء ونحاس هيا مو كتش عارف كيف مو كتش عارف هم لي غلطونين هنهار الأول مو كتش عارف قسمع توزن ولا بيعوها هكا وخلاص بيعو كيمارا 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 تطيني فيه هاي يعطيني سمو وخلل النقر ريبي ريبي لا يمزال كين الخدمة 4 ملايين مليحة بانا سايد حبس حبس نقص مو هنديروها 3 ومس تساعدك؟ قطلة 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 هاي يا ربي يربح هاي هيا الله يربح صاحب محاس هذا ما عطلة كيف تبين بأن الموقفين يشكلون عصابة مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية النحاسية، من المناطق المعزولة في ولايات الغرب الجزائيين، مقصنة في سرقة الكوابل الكهربائية النحاسية، مقصنة في ومصنة % صح أقول لي كادير الجمال هذا اللي جابوه اختي وطافي هانحاس أسكوا أول مرة تعملت معه ولا تعملت معه مقبل تعملت معه ما حال خطرة تعملت معه ما حال خطرة نحاس هذا ما قالوك ش مني جابوه خطرة قال لي جبنها مسعيدة وخطرة قال لي جبنها مالغاليزة بعد وضع خطة عامل المحكمة واستفاء جميع الإزراءات القانونية تم توقيف جميع أفراد العصابة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة نتيجة التحقيق أسفلت عن حجز عدد معتبر من الكوابل النحاسية الكهربائية وقاطع حديدي وصيارتين وست مشتبهين تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار سرق موصوفة وجريمة التهريب هكذا تمكن أفراد الدرك الوطني من وضع حد العصابة كانت تحترف سرقة الكوابل الكهربائية فالتبليغ عن الممنوع ويقاذت المواطنين أمران يساعدان المصالح الأمنية في التحقيق والقضاء على المجرمين إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج جنايات تلقبونا في عدد قادم ترجمة نانسي قنقر